سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكمل معاكم كده كلامنا اه الموضوعات اللي احنا بنفتحها بفكركم كده سريع بالموضوعات اللي احنا تناولناها وما تقلقوش انا هربط لكم الدنيا في النهاية. مش هسيبكم كده ابدا يعني انتم عارفيني مش هسيب الدنيا ليسة ولا هسيبكم تلوسه يعني. خليكم بس معايا كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. الحاجات دي كلها انا عارفة ان انتم غططوها. وعشان كده اه ما فيش داعي احنا نتكلم فيها كتير. آآ بفكركم كده بتأثير متغيرات الاقتصادية على اسواق المال. في كمان معدل التضخم. معدل التضخم ايضا بيأثر على حجم الدخل الشخصي. وبيأثر ايضا على تكاليف الانتاج. عايزين بقى نجمع التأثيرين دول على بعض كده ونشوف التأثير ده امتى يكون ايجابي امتى يكون سلبي. عشان يكون له تأثير نهائي على الطلب على الاوراق المالية في سوق المال. وقول لي التأثير ده جاي من ايه? يعني لو اطلب على الاسهم قل. اطلب على الاسهم قل ليه? لو اطلب على السنادات قل. اطلب على السنادات قل ليه? في ايضا معدل البطالة اللي هو بيمثل مؤشر عن حجم النشاط الاقتصادي اللي موجود في الدولة. وطالما معدل البطالة مؤشر عن حجم النشاط الاقتصادي فده بيديني حالة اما من التفاقل او التشاؤم واللي بيكون ليها تأثير كبير على سوق المال.